رمضان مبارك سعيد اليوم جينا نهضروا على رمضان والداء السكري اذا كيف ما كان عارفو بزاف ديالناس عندهم مرض داء السكري اللي طبعا كل واحد والمرض ديالو كين لي كيستعمل ادوية كين كيستعمل لانسولين خلال هات الشهر من الواجب علينا نقول لكم ان محتشش تصومو في رمضان الناس اللي عندهم داء السكري من الواجب عليهم ما يصوموش في رمضان لان كين واحد مغالطة كبيرة كتوقع خلال هات الشهر ان المريض كيقلوا عقله انه خلال شهر رمضان الى ما كلاشي يعني ما غيطلعلوش نسبة السكر في الدم وهدي واحد الحاجة خاطئة لان الجسم ديالنا كيف رزنا السكر في الدم وخام نكونوا صايمين حيط وخام ناكلوش شي احنا عنا بعض الاعضاء اللي كتتتخزننا السكر في الدم واللي كتفرزو اثناء الحاجة اذا خلال هات الشهر ديال رمضان والواحد صايم فالكين الافرازة ديال السكر في جسم الانسان باش كيخلينا نسبة السكر في الدم معتدلة بالنسبة الناس اللي عندهم هاد المرض السكري كيكون عندهم نقص في الافراز ديال لانسولين او لا منعدم هاد الافراز ديال لانسولين كيكون منعدم اذا شنو كيوقع في جسم الانسان ماللي الجسم ديالك يفرز السكر باش يخليك مزيان في النهار ويخلي نسبة السكر معتدلة الناس اللي عندهم مرض السكري ما عندهم مش لانسولين او لا عندهم قليلة ما كتهبطناش ديك نسبة لانسولين وبالتالي نسبة السكر عفوا وبالتالي نسبة السكر كيبقى دائما طلعه في جسم الانسان او العكس اذا من الاحسن ان الناس اللي يعانيوا من مرض ديال السكري ما يصوموشي او ليلا كانوا طبعا كل واحد والاختيار ديالو الى كانوا باغين يصومو يشوفوا مع الاطباء ديالو باش كيوجدوهم قبل رمضان من الشهر الكريم كيفاش غادي يتعملوا معاه فوقاش غادي يشربوا الادوية ديالو بالإضام الى غير ذلك اشتركوا في القناة